السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا طلبة وطالبات السنة العامة شعب الأدبية لقاء جديد ومدرسة على الهواء والجغرافية السياسية ودائما معنا بإذن الله الجغرافية السياسية السهلة يسعدنا أن يصحبنا في هذه الحلقة دكتور أشرف عبد المينم خبير المناهج بوزداد تربية تعليم أهلا سهلا بك أهلا بك فأنا سهلا بحضرتك أبنائنا العزاء نواصل في نهايات الوحدة الثانية يعني إحنا كده تقريبا خلصنا منتصف الوحدة بنتكلم النهاردة عن بعض المشكلات الاقتصادية ذات البعض أو التأثير السياسي بعدما تكلمنا على المشكلات الحدودية وقلنا أنها تتعدد المشكلات التي تواجه أمن الأوطان وعرفنا أن منها مشكلات حدودية السياسية وخدنا المشكلات دي وكان أهمها مشكلة عربية هي سابتة وماليليا وكان فيه مشكلة أسيوية مشكلة كشميل وبعدين مشكلة الرعال هي مشكلة إفريقية بصفة عامة تكلمنا عن المشكلات دي من حيث موقع المشكلة أطراف المشكلة وقلنا لازم نعرف أن الموقف سبب المشكلة إيه بصفة ونرجع هذا السبب دائما إلى الاستعمار لأن هذه المشكلات إنما هي قرص تركه الاستعمار أو ميراس خلفه الاستعمار وراءه في المستعمارات اللي تركها زي بنحنا بنتكلم برضو على يعني لما نقول ما العلاقة بين الاستعمار والمشكلات السياسية نجد أن الاستعمار كان سبب في جميع المشكلات السياسية وبعد كده تحدثنا عن موقف كل دولة من الدولتين وده حاجة مهمة جدا لازم نعرفها سما موقف المجتمع الدولي يعني الأمم المتحدة من هذه المشكلة وبعد كده بنقول ما هي مقترحتك لحل المشكلة وحضرتك بقى بتقول المقترحات اللي انت شايفها منطقية لحل تلك المشكلة من وضية نظرك ودي كانت المشكلات الحدودية النهاردة بنتكلم عن مشكلات اقتصادية ذات تأثير أو ذات بعد سياسي مثل مشكلات المياه والطاقة ودكتور أشرف هيقول لنا النهاردة على الأسئلة الهامة في هذا الجزء بعد ما يشرحونا ان شاء الله يمكن المشكلات الاقتصادية اللي هي عليها بعد سياسي انتفاكر ما تكلمنا سيد أحمد عن المشاكل اللي تركها الاستعمار وراءه قلنا ان الاستعمار ترك وراءه العديد من المشكلات منها مشكلات حدودية لو هنكتبهم كده عشان نذكر أبنائنا بيهم الاستعمار ترك العديد من المشكلات لو هقول رقم واحد هنقول مشكلات حدودية وده اللي هي بيتكلم فيها عن سبتة وايه ومليليا وكشمير طبعا والراءه تاني حاجة سيد أحمد اللي بتكلم فيها اتكلم عن مشكلات اقتصادية لها بعد ايه سياسي وده اللي هنشرحه بالتفصيل النهاردة تمام اللي هو هنتكلم فيها عن مشكلة المياه والطاقة تالت مشكلة ودي اللي هي تعتبر من المشاكل الخطيرة يمكن اللي بتعاني منها كتير من الدول اللي هي المشكلات الايه الاجتماعية ايه المشكلات الاجتماعية انت عندك مشكلة الاقليات ودي حاجة خطيرة قوي وعندك مشكلة الهجرة غير الشرعية تمام اه يمكن اه بتهدد كتير من الدول وبتأثر على استقرار الدول ولذلك هيكلم عنها في الدرس الخامس بالتفصيل تكلم عن الاقليات والعوامل اللي بتأثر في علاقة الاقلية بالايه اه بالدورة هل هناك اقليات في الوطن العربي بالطبع توجد هنا الاقليات يمكن نقول كده في جميع دول العالم مفيش دولة تقربية ما فيهاش اقلية تمام اه لان الانسان كان دائم الحركة ودائم التناقل من مكان لمكان عبر الاوطان منذ فجر التاريخ فاصبح هناك فيه تعدد في الجنسيات يعني مثلا وليكن اي دولة هتلاقي فيها جنسية بير جنسية من البلد نفسها ياما في صورة مثلا عمالة ياما في صورة مستثمرين رجال اعمال ياما في صورة سائحين غير مثلا جايين بغرض التعليم الى اخير او عناصر استوطانة او عناصر جاءت من المكان واستقرت فيه كل ده يؤدي لزغور الايه الاقليات تمام فطبعا انت عندك في الوطن العربي فيه برضو العديد من الايه من الاقليات وانا عرف ان حدثك ممكن مجاهز فين بخصوص الاقليات الموجودة في الوطن العربي تمام احنا عندنا مجاهزين برضو فيلم عن الاقليات في الوطن العربي بنشاهد فيه طبعا الاقليات اللي موجودة عندنا اكبر خمس اقليات طبعا على رأسهم الشيعة طبعا تاني اكبر الطواقف اللي موجودة وطبعا اعدادهم كبيرة وليهم طبعا مزاهب اسمه عشر وبينتشروا في كافة البلاد العربية واقاموا العديد من الدول القديمة في الدولة الفاطمية ومن مشاهيرهم الفرابي والسيبوية في اللغة عندنا الامازيج برضو من الاقليات الكبرى في شمال افريقيا ويكعدادهم ستة وتلاتين يتركزوا من المغرب حتى بحيرة او حتى سيوة وحد سيوة في مصر وليهم قبائل كثيرة منها الطوارق اللي منهم طار بن زياد وطبعا ابن بطوطة وزين الدين زبان من العناصر دي ثم في المرتبة التالتة الاكراد ودول تاني اكبر اقلية في الدولة العربية مسكنوا المناطق الجبلية الممتدة من الشمال للعراق وعددهم حوالي تلاتين مليون نسمة ولغاتهم طبعا عديدة منهم صلاح الدين الايوبي واحمد الشوقي هناك اقلية دينية المسيحيون خليط ديني طبعا موجود في جميع الدول العربية وطبعا مصر مرتبة الاولى طبعا ثم سكان لبنان وليهم طبعا طواقف ومنهم دكتور مجد يعقوب جبران خليل جبران اخر طائفة عندنا هي الدروز الدول بينتشروا في كثير من الاراضي الشامية ودول طبعا تعرضوا الى بعض موجات من المواجهة المواجهة مع الاستعمار قديما وقاموا بحركات لمواجهة الاستعمار في بلاد الشام وكان لهم مواقف شهيرة جدا لمناصرة بلادهم ضد الاستعمار يعني احنا عندنا اقليات موجودة في الدول العربية ولكنها طبعا هذه الاقليات منسجمة داخل الوطن العربي ولا تسبب طبعا مشكلة نعم طيب احنا النهاردة بنتكلم على برضو حضرك مركز النهاردة على المياه والطاقة كمشكلات اقتصادية هل ما هي تأثيراتهم السياسية؟ هل لهم تأثير سياسي من وجهة نظر حضرتك؟ يمكن اما نعرض للمشاكل تبدأ تظهر والطالب يقدر يستنتجي تأثيرات السياسية لكل مشكلة خلينا نكون نتكلم مثلا عن الجزء الاول هي ازاي بتظهر المشكلة؟ بتظهر مشكلة المياه في حالتين يأما ما بين يأما تيجي تحدد مياه اقليمية يأما مثلا عند وجود نهر دولي يفسد بين دولتين او يمر في اكتر من ايه من دولة فاذا مشكلة المياه بتظهر في كم حالة سيد احمد؟ حالتين حالتين يعني ابناءنا الطلبة كده الدرس ده يمكن كل حاجة فيه اتنين 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 تقريبا كده اه لو مسكنا الاول خالص نقول هو الدرس بيتكلم عن الايه؟ عن المشكلات الايه؟ القصة داي؟ تمام ذات البعد؟ السياسي السياسي هنقسمها لكم حاجة دي؟ اتنين مشكلة المياه ومشكلة ايه تاني؟ الطاقة الطاقة 환وغححوص احل تاقسم لنا حادتين الملكات حادتين متر اتنين للسياسي تحديد المياه الإقليمية والدولية في البحار وإيه تاني والمحيطات وإحنا عرفنا أن هي على جانب كبير من الصعوبة لأن الدولة كده بتستقطع من المياه الدولية مما يؤثر على برضو خلافات مع الدول في اتخاذ المياه الإقليمية الجزء التاني من مشكلة المياه يتعلق بمين بالأنهار اللي إيه الدولية عند تقسيم تقسيم المياه في الأنهار الدولية عند الملاحة حاجات كتير أول هناخدها يبقى مشكلة المياه بتظهر في كام حالة الأولى عند تحديد المياه الإقليمية والدولية والتانية عندما تستخدم الأنهار كحدود أو عندما يمر نهرب أكثر من دول اللي بعدها هيفدأ يتكلم أول حاجة عنده يتكلم فيها مشكلة مين المياه المياه اللي هو يقصد بها هنا ايه تحديد المياه الإقليمية للدولة في البحار والإيه والمحيطات يعني دي أول حاجة هيتكلم عنها تماما عند تحديد المياه الإقليمية أو الدولية في البحار والمحيطات إحنا عارفين أن تحديد الحدود على الياب زجير تحددها على المياه المياه أيهما أصعب على طول هتقول أن إيه اللي في المياه أصعب تماما ولذلك بتظهر المشكلة هنا في كام حالة برضو في حالتين يبقى مشكلة المياه في صفة عامة بتظهر في حالتين يأما تحديد مياه الإقليمية ودولية يأما في العنهار ومشكلة المياه الإقليمية نفسها بتظهر في كام حالة في حالتين إيه الحالتين اللي بتظهر فيه مشكلة المياه الإقليمية يأما بتظهر بين دول متجورة يأما بين دول متقبلة طيب إحنا نخلينا في المتقبلة الأول تخلينا في المتقبلة لو احنا نتكلم عن مشكلة المياه ما بين دول متقبلة خلينا نقرد بعض مثلا خريطة الوطن عرب تمام دايما المشكلة هتظهر فين هتظهر في الممرات المائية تمام يعني حدرك تقصد من المناطق المتقبلة مناطق المضايق حينما تتقبل الدولتين في المضيق ممرات مائية ضيقة ومضايق بحرية فهتلاقي دولتين قدام ايه قدام بعض انا هدي مثل انت عارف هنا مصر عشان نرجع بس مع ابنائنا الطلاب وهنا كده دولة ايه ليبيا وطبعا دي تونس وهنا ايه دولة الجزائر وهنا ايه المار لو انت شايف هنا ده بالنسبة لتونس في مضيق هنا في المكان ده ودي جزيرة سيكلية بتتبع طبعا دولة ايطاليا فهنا المضيق دس ومضيق ايوز احمد مضيق سيكلية مضيق سيكلية بين دولتين تونس وإيطاليا تعالى نشوف مضيق باب الماندى تمام لعليه الدايرة دي تمام هنا اليمن وجبوتي والصمار يبقى هنا ما بين تلات ايه دول وعندك هنا مضيق مين هرمز تمام ما بين ايران ايران وما بين عمان تمام يبقى اصبح عندي هنا تظهر مشكلة المياه ما بين الدول اللي هي مين متقابلة المتقابلة في الممرات المائية وفي المضايق البحرية والطالب يدي امثلة عليها وخلاص على كده تمام يدي امثلة بالمضايق بالمضايق تمام في خط حدودي ومنطقة الرصيف القري ما بين الدولتين مشتركة تمام منطقة الرصيف القري اللي هي فيها الصروات زي ما تفقنا طبعا احنا عارفين اهمية الرصيف القري ونفكر ابناءنا الطلاب ونسألهم سؤال ما المقصود بالرصيف القري امتداد اليابس تحت سطح الماء حتى عمق مئة قامة نعم يعني مئة وتمانين متر تقريبا مزبوط المئة قامة دولة مع ظهور التقنيات الحديثة بدأوا يكتشفوا فيها العديد من الصروات تمام بدأوا يكتشفوا فيها البترول بدأوا يكتشفوا فيها غاز طبيعي فيها صروة سمكية كل ما يتسع الرصيف القري تمام كل ده ما يكون مجال افضل للدولة للدولة ويكون استفادة منها من الاملاح اللي على درجة كبيرة من الاهمية نعم تمام طيب ايه المشكلة ما بين ليبيا وتونس ظهر البترول في المكان ده تحديد الناس زح تمام منطقة الرصيف القري ام منطقة خليق قابس نعم تمام ما بين ليبيا وما بين مين تونس تونس طبعا ظهور البترول في منطقة الرصيف القري والغاز الطبيعي ما بين ليبيا وتونس ورغبة كلا الدولتين في الحصول عليه تمام ليبيا ارادت مد خط حدودها الى الشمال مباشرة اه وتونس عايزة تمد الحدود بزاوية 45 درجة تمام عشان تضم الجزر التونسي عشان تضم معها الصروات دي ويكون لي حق في الرصيف القري تمام طبعا اما حصل خلاف بين الدولتين لجأوا لمحكمة العدل الدولية تمام حكمت محكمة العدل الدولية لصالح تونس لماذا؟ لوجود بعض الجزر التونسية في مياه البحر من المتواصل تمام فوجود الجزرتين التونسيتين في المكان ده وقريبين من الحقول دي اعطت الحق لتونس في الاستفادة من البترول والغازل الطبيعي تمام اذا ايه سبب النزاع؟ سبب النزاع بالرصيف القري والصروات والصروات الموجودة فيه على رصيف ورغب كلا الدولتين في الحصول عليه تمام طيب ما نتائج ذلك؟ نتائج ذلك طبعا حكم حكمة العدل الدولية لصالح تونس تمام ايه بقى نتيجة الحكم ان استفادت تونس من السروات؟ تمام هل الحكم حكمة العدل الدولية اضرب تونس؟ لا طبعا افاد تونس واعطى لها مجال للاستفادة من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في تلك المناطق وعوجة الجزر التونسية الى تونس تمام مشكلة التحكين ظهرت في حالتين اننا سيد احمد عندنا في المنه انت حضرك كده بقى بترجعنا ورا عشان نربط نربط من اجزاء المنهج فحضرك بتقصد بيها مشكلة طابة طابة في حل بعض المشاكل السياسية اتكلم عن مشكلة مين؟ طابة مشكلة طابة وقال ان المشكلة طابة هنا هو تم حلها عن طريق محكمة العدل اللي ايه؟ الدولية اللي بقى للتحكيم ومصر اخذت طابة وهنا تونس اخذت حقها في البترول والغاز اللي ايه؟ الطبيعي اذا استفاد العرب مراتين من التحكيم؟ نعم تمام وحضرك هاجيب بقى في الواحدة الرابعة ان التحكيم ده احد اللي هي اسليب حل المشكلات السياسية صح اسلوب قانوني لحل المشكلات السياسية بيلجأ اليه الطرفين نعم طب احنا معنا خريطة على الشاشة ولاد هنشوفها لمشكلة تونس وليبيا على الرصيف القري خريطة الكتاب بتوضح لنا البضاطئ اللي قال عليها دكتور اشرف وازاي ليبيا كانت عايزة الخط مستقيم على استقامته وبعد كده بنجد ان تونس كانت عايزة الزاوية 45 تقريبا منفرجة لتضم الجزر التونسية ثم حاكمت محكمة العدل الدولية في حكمها بان يكون يعني بزاوية 26 تنفرج الى 52 بميل اتنين وخمسين وبكده تكون لتونس استفادة من حقول البترول وتعود الجزر الى سابق عهدها او الى دولة تونس ودي كانت المشكلة الاولانية بس احنا عايزين نترجم عدة اسئلة في هذا ونقول برضو لابنائنا يعني سؤالينا على تلك المشكلة بما تفسر النزاع بين ليبيا وتونس انا عندي السؤالين يمكن بلغباتوا الطلبة والسؤال منهم جيه يمكن العام القبل الماضي يا سيد احمد هو اللي بدأنا بيه ان بتزهر مشكلة المياه في كم حالة حالتين طب وتزهر مشكلة المياه الاوكليمية في كم حالة حالتين برضو في حالتين في الحالتين الاولانين بيتكلم عن المياه الاوكليمية وانهار دولية وفي الحالتين التانيين بيتكلم عن دول متجاورة ودول ايه متقابلة احنا خدنا المشكلة بتاع الدول المتقابلة الدول المتجاورة بالليبيا وتونس بنركز اول حاجة في اول سؤال بما تفسر حدوث نزاع بين ليبيا وتونس في منطقة الرصيف القاري ده اول سؤال طبعا هنا الطالب هيقول ليه حصل النزاع لان الرصيف القاري ده اكتشفوا فيه سروات اللي هو البترول والغاز والغاز الطبيعي السؤال التاني ما النتائج المتركبة على حكم حكم محكمة محكمة العدل الدولية في النزاع بين ليبيا وتونس النتيجة المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية في النزاع ما بين ليبيا وايه وتونس بنقول ان هي حكمة مثل صالح ايه تونس اه تونس واصبح من حق تونس الاستفادة من السروات اللي موجودة البترول والغاز اللي ايه وهنا بقى خط الحدود بزاوية مقدارها ستة وعشرين درجة وميل اتنين وخمسين درجة نحو الشرق تمام نعم طيب ممكن يجي لنا سؤال عن موقف الدولتين يعني مثلا ممكن يجي السؤال ده على هيئة اختار بين الاقواص او مثلا اه صح او خطأ عن موقف كل دولة منهم من هذه المشكلة نعم يعني مثلا اه موقف كل من ليبيا ومين وتونس وتونس طبعا ليبيا قالت الحد الى الشمال مباشرة اه هنا ليبيا كانت اه رغبتها مد الحد الى الشمال مباشرة من الحدود تمام رغبت تونس بزاوية اللي هو اه مد الحد بزاوية 45 اي درجة نعم تمام ده بالنسبة لموقف الاتنين وطبعا موقفهم هنا بيعني ايه ان كل الدولتين يريد الحصول على البترول والغاز الايه والغاز الطبيعي نعم ولكن احنا هنا بنقول ان الحل كان بين الدولتين حلا حضاريا نعم تمام لان اسلوب التحكيم هو اسلوب حضاري لحل المشكلات اذا ما استعصت المفاوضات والمساعة الحميدة وغيرها تمام والتحكيم بالذاته سيد احمد هو الميزة ان بيكون الحكم ملزم لكل الترفين تمام لماذا لان الترفين اللجأوا للتحكيم برغبته يبقى هنا في رغبة من كل الدولتين لقبول التحكيم نفسه تحكيم وارتضاء الامر نعم ودايما المحكمة في التحكيم بيكون عدد الافراد فيها فردي يعني هو زوجي يعني مثلا يكون خمسة ثلاثة سبعة تمام ليه افترضنا ان احد القضاء او مثلا القاضي من القضاء كان بيمين لأحد الترفين هلأس او ليه رغبة مثلا في الحكم اللولة ممكن بيكون في الفيصل اللي هو القاضي اللي هو استيريس نعم تمام تمام طيب هنتكلم على الجزيات التانية وهي الانهار نعم يعني احنا بنتكلم عن الانهار بصفة عامة ولكن الانهار تتنوع الانهار ما بين انهار دولية وانهار محلية ما الفرق بين الانهار النهار الدولي والنهار المحلي ومتى تظهر مشكلات الانهار نعم يعني هنا لو قلنا مثلا قارب بين الانهار المحلية والانهار مين الدولية النهار المحلية يا سيد احمد ينبع ويصب داخل دولة ايه واحدة واحدة يعني الانهار المحلية دي تجري من المنبع الى المصاب داخل حدود الدولة يعني بتقع داخل دولة ايه واحدة طيب هل من وجهة نظر حضرتك ان الانهار دي تسبب مشكلة لا طبعا ده هي المنبع والمصاب بجوة دولة واحدة فهتسبب مشكلة هنا ليه تمام ده هو كلها داخل مين الدولة ما خرجتش من الايه من الدولة فهنا ما بتسببش هنا ايه مشكلات مشكلات اه سياسية بين الدولة تمام وده المثال عليها مثل نهر مين نهر السين في فرنسا تمام وده اللي عليه طبعا العاصمة باريس تعال بقى نشوف الانهار الايه الدولية الانهار الدولية دي نعين ياما ياما نهر يمر باكثر من دولة وهنا النهر اللي بيمر باكثر من دولة نقول مثلا مثل نهر الايه النيل او الدنوب تمام ياما انهار بتفصل بين دولتين او بين دول تمام عندك زي اه مثلا اه نهر مثلا ريو جراند ريو جراند تمام اه ده بيفصل بين ايه بين الولايات المتحدة الامريكية اه والمكسيكو معروف الطالب كان خده يمكن ابناءنا الطلاب اللي امتبعين معانا اه عارف ان النهر ده حتى فيه طريق ليه في التقسيم اللي هو مع خاطل ايه اللي هو المنتصر في انا اربعة بتمر باكثر من دولة برضو بتفصل بين دولتين زي مثلا نهر الراين تمام نهر الراين بيفصل بين المانيا وبين مين اه فرنسا وده مع العمك الملاح ونهر بوج مثلا ده بيفصل بين بيلاروسيا واوكرانيا من جهة وبولندا من جهة ايه اخرى طب وهذه الانهار هي اللي بتصير العديد من الايه من المشكلات اللي هي الانهار الدولية اه اذا ان هنا تصار المشكلة حول الانهار اذا كان دوليا نعم طب يعني ما ينفعش يقول لي صح او خطأ تصير الانهار المحلية بعض المشكلات لا هنا تعتبر العبارة خاطئة ليه لان النهر المحلي من المنبع الى المصاب هو يقع داخل دولة ايه دولة واحدة تمام طيب حضرتك مشكلات الانهار الدولية هل هذه المشكلات مشكلات واحدة ام تتعدد انواع المشكلات في الانهار الدولية لا طبعا الانهار الدولية المشاكل فيها بيكون متعددة وتاخد قدة صور تمام يعني مثلا لو قلنا تتعدد صور المشكلات في الانهار الدولية تمام تتعدد الحقوق في الانهار الدولية انت عندك في حق الملاح لها حركة سفر تمام نعم وعندك حق تاني صيد الايه الاسماك وعندك حق تالت اللي هو توليد الكهرباء تمام وحق الرابع عندك اللي هو يبقى ملاحة تقسيم اللي هي الايه الملاحة نعم تقسيم الملاحة يبقى عندي حقوق هي حق كل ملاحة تمام حق الصيد حق توليد الكهرباء حق تقسيم مين تقسيم الايه المياه طب احنا لو سألنا ابناء انا سؤال مهاري نعم عن مشكلة نهر النيل باعتباره نهر الدولي نعم هل هي مشكلات حدودية ام مشكلات اخرى مشكلة نهر النيل ليست مشكلة حدودية لان نهر النيل بيمر في اكتر من اين دولة ولا يفصل بين دول يعني يقتسم الحدود فهنا نهر النيل مشكلة فيه هكون مشكلة تقسيم مياه سopotام تمام يبقى قاعد في مصر الطالب وعارف نحن بدو نعانى من مشكلة الحصص وتقسيم المياه وتمشكلة اسالية بتعانى منها مصر تمام طب يبقى ليست مسكلة نهر النيل مسكلة حدودية باعتباره نهر الدولي ولكن لها مشكلات مشكلات التقسيم المياه طبعا عندنا المشكلات الحدودية للانهار شفناها في ريو جراند كانت مشكلته مشكلة حددية الدانوب مثلا مشكلته كانت مشكلة ملاحة ما بين النمسا والمجر باعتبارهم دول حبيسة كان فيه نزاع على الملاحة في النهر واعتقد ان الدولتين كانوا عملوا تقريبا احتكام امام محكمة العدل الدولية وقالوا ان انتفاقات القديمة كانت تسري طيب هل هناك اتفاقات او معاهدات تنظم بعض هذه المشكلات كما قالت محكمة العدل الدولية نعم انت في عندك اتفاقية ومعاهدة لباريس وبرشدون ونصل الاتفاقية والمعاهدة على حرية الملاحة في الانهار الدولية في الاجزاء التي تصلح لمين للملاحة يبقى نتيجة حدوث مشكلات في الانهار الدولية تم الاتفاق على حرية الملاحة في الانهار الدولية في الاجزاء الصالحة للملاحة يبقى هنا بدأوا ينظموا حركة مين اللي هي الملاحة في الأنهار الدولية؟ بالمفتادة بقى مؤهدة باريس واتفاقية برشلونة نعم إذن إحنا ممكن نبسأل أبناءنا الطالبة ماذا يحدث إذا لم تأقد معاهدة باريس؟ أو ماذا يحدث إذا لم تأقد اتفاقية برشلونة مثلا؟ هنا هيظل النزاع قائم في العديد من الأنهار الدولية ويمكن كان أشهر الأنهار اللي هو نهر الدنوب وده طبعا سبب العديد من المشكلات وخاصة في حركة الملاحة بين الدول المشتركة في النهر إذن هنا حرية الملاحة مكفولة لجميع الدول التي يمر بها نهر الدولي في الأجزاء الصالحة للنهر بدون اعتراض من الدول الأخرى التي يجري بها النهر تمام طيب عايزين بقى يعني حضرتك نقفل موضوع الأنهار والمشكلات بسؤال وننتقل إلى موضوع أخر لها مشكلات الطاقة والموارد إنت عندك هنا سيد أحمد يمكن السؤال المشهور قوي اللي هو سؤال المقارنة قارن بين الأنهار المحلية والأنهار الدولية تمام وإحنا وذكر الله بنحيثه التعريف خلاص والمشكلات اللي بتسببها كل واحد منه تمام يبقى هنا هيعرف النهر المحلي ويعرف النهر الدولي ودايما بفكر أبناءنا الطلاب بالتعريف النهر المحلي هو أنهار بتجري أو نهر يجري من المنبع المصاب بدخل حدود الدولة بالنسبة للمشاكل لا يسبب مشكلات تمام طيب الأنهار الدولية لازم الطالب بيفتكر أنهما كام نوعي سيد أحمد نوعين يا إما نهر بيمر بأكتر من دولة يا إما نهر بيفسل بين دولتين أو يفسل بين دولة تمام طيب ده سؤال ساحل هو نخلينا ننقل على سؤال مهاري مثلا كارم بين نهر النيل ونهر الراين تمام من حيثه أوجه الشبه والاختلاف ده سؤال عظيم جدا وإحنا طلبين من حضرتك تجاوب لنا السؤال ده مفروض نعمل ايف بخطواته قارم بين نهر النيل ونهر الراين من حيث واجه الشبه وواجه الايه الاختلاف انت كده بكارم ما بين نهرين انت عارف ان النهرين دول نهرين ايه دوليين دوليين يبقى كده ده واجه الشبه تمام وهنا هنعمل ايه الشبه ازاي في طريقة معينة للإجابة ادي عندي بنعمل زي حرف تي كده وهنا كده هيبقى واجه مين الشبه تمام وهنا طبعا هنقول النيل وهنا هنقول مين الراين الشبه ان كده هما انهار ايه دولية كده هما انهار دولية وبتسبب مشكلات تمام طبعا ايه واجه الاختلاف ما بين نهر النيل ونهر الراين الاختلاف انه نهر النيل يمر باكثر من دولة تمام يعني نهر بيمر باكثر من ايه من دولة من دولة لكن نهر الراين هنا بيفصل بين دولتين دول مثل اه فرنسا وايه والماني والماني تمام دول كلام اللي احنا قلناه ده ويطبقوه على باقي الانهار اللي هما ليهم معلومات اه عنها نعم يعني احنا ممكن نجيب نهر النيل والميسيسيبي مسلا لا بس الميسيسيبي هنا نهر محلي هيبقى فيه اختلافات بقى تخلي بالك ممكن برضو جيب لك نهر محلي زي نهر السين في فرنسا ليسا اكتب السؤال تمام لو قارن بين نهر مين السين ونهر الراين تمام او نهر ايجراند اى حاجه بقى من دول كده تمام هنقول انه نهر السين نهر ايه بقول سيد احمد هنا ده نهر ايه محلي ده ايه انهار ايه دوليه ده هنا لا يسبب مشكلات ده له مشكلات يبقى هنا ده بتسبب مين مشكلات والطالب يذكر المشكلات اللي ممكن تسببها الأنهار اللي إيه الأنهار الحدودية تمام ممكن الطالب يجيب من وجه الاختلاف موقعه في قارة مثلا يعني يقول مثلا السين في فرنسا في أوروبا مثلا ريو جران في أمريكا الشمالية هو عايز ريو جران دي ومسلا في أمريكا اللي إيه الشمالية تمام يبقى برضو إيه في الاحتلافات اللي عنده نعم إذن هناك حرية للطالب في إيجابة بس إحنا إيه عايزين الإيجابة المنطقية زي ما بنقول يا أولاد من خلال ما انت درست ومعلوماتك اللي انت خدتها في جوروفيا السياسية طيب دكتور أشف احنا ننتقل على الموارد الطبيعية نعم ولماذا الصراع دائما على الموارد يعني النهاردة الصراع حتى الحروب كلها حروب على الموارد نعم لماذا يدور الصراع حول الموارد الموارد لو سألنا نفسنا سؤال هل الموارد تتوزع بشكل متساوي بين دول العالم هل موارد الطاقة أو الموارد بسفة عامة أو السرواب تتوزع بين دول العالم بشكل متساوي أو على قرية العالم السياسية بالطبع لا هناك مناطق بها عجز ومناطق بها فائد تمام يبقى في دول غنية خلاص فيها وفرة في الموارد ودول تانية بتنظر فيها الموارد ومن هنا ظهر الصراع تمام للحصول على الموارد التابعية وخاصة الموارد الطبيعية القابلة للنفاس تمام عدم توزيع الموارد بشكل متساوي بين دول العالم يبقى عدم توزيع الموارد بشكل متساوي بين دول العالم ده هيؤدي لنشقة الصراع للحصول على مصادر الطاقة أو الموارد اللي هي القابلة قلنا للنفاس بين دول المين دول العالم تمام هنا ما دور مصادر الطاقة فيه كموارد من الموارد في هذا الصراع يعني انا شايف ان اللي ظهر على السطح في العالم الصراع صراع طاقة نعم هل هذا الكلام يعني ليه دلائل؟ طبعا يعني مثلا نقول اثبت بالأدلة لعبت مصادر الطاقة دورا في الصراعات الدولية ادي دليل ان مصادر الطاقة لعبت دور في النزاعات بين الدول او الصراعات اللي هي اللي ايه الدولية طبعا يمكن حضرتك طبعا عارف ان في الحرب العالمية الثانية اندفع الجيوش المانيا للحصول على البترول الموجود في منطقة الكوكوس طيب ايه الموضوع؟ هو اصلا المانيا كانت بتحارب ضد دول مين؟ الحلفاء الحلفاء فبدأ يحصل صراع ما بين المانيا وما بين دول الحلفاء للحصول على البترول في منطقة الايه؟ في منطقة الكوكوس فاذا هنا ده محرك يبقى البترول اللي عبت دور في الحرب العالمية الثانية ولا لا ايه اللي حصل؟ اندفاع الجيوش الالمانية الى بلاد الكوكوس للحصول على مين على البترول والغاز الطبيعي؟ نعم تمام وده اكبر دليل على دور المصادر الطاقة عموما في الحرب او الصراعات الدولية كان لها دور اساسي ورئيسي نعم وده عندنا دليل قاطع يعني نعم تمام طيب مصادر الطاقة اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني عديدة عندنا فحم عندنا مثلا كهربائية عندنا رياح ولكن نجد ان البترول دائما حتى بعد اختراع الغاز الطبيعي وبعد كتشاف الغاز الطبيعي نجد ان البترول دائما يصراع صراع بترول او صراع على حوالين اه هذا المصدر بالذات يعني تمام خليني برضو اصيق كلام حضرتك في سيجة سؤال تمام هقول مثلا ايه الصراع على مصادر الطاقة يتركز حول الايه البترول او ان البترول اصبح اصبحت ازمة الطاقة في المقام الاول قزمة ايه بطرول تمام هو هو نفس第 ايه السؤال اصبحت ازمت الطاقة في المقام الاول قزمة ايه بترول ازمة بترول تمام يبقى هنا استراع على مصادر الطاقة بيتركز على البترول او بيتركز حول البترول وازمة الطاقة في المقام الاول ازمة بترول او ازمة الطاقة في المقام الاول ازمة بترول لو انت قارنت ما بين الفحم وما بين البترول هتقدر تجاوب على السؤالين دول لو عملنا المقارنة كده مع بعض ما بين الفحم وما بين البترول يعني إلا زال البترول بيكتسب أهمية قصوة على أساس الطاقة المولدة منه عالية جدا على أساس أنه هو سهل في النقل ولو مميزات عديدة نشوف الفحم ونشوف عندنا مين البترول ما هو تأثير كل من الفحم والبترول في العلاقات الدولية تأثير الفحم مثلا تأثير محدود في المجال السياسي كل دي أسئلة إجابتها في المقارنة ما بين الاتنين تعالوا نشوف كده أول حاجة الفحم بيدخل في التجارة الدولية منه قد يدخل في التجارة الدولية بنسبة عشرة في المية عشرة في المية وهنا هنقول لماذا ليه لأن معظم الدول اللي بتنتجه بتستهلكه محلية يعني دول انتاجه دول صناعية تستهلك الانتاج بكمله ولذلك الفحم زي ما حدرتك قلت موجود فين في دول صناعية اللي هي الدول المتقدمة تمام فلذلك يستهلك فين مكانها عشان كده تجارته الدولية قليلة يبقى تأثيره في السياسة لا ضعيف تأثيره محدود أو ضعيف يبقى هنا كده تأثيره في السياسة محدود حتى نقله بيمثل مشقة جامعة يعني نقله بيشكل حاجز وصعب النقل نعم بغير البترول تمام بيديك كمان طاقة كام ستة وعشرين في المية طاقة تمام يعني بيديني من الطاقة كام ستة وعشرين في المية تعال بقى شوف بقى البترول تلت يدخل في التجارة الدولية بنسبة كام خمسين في المية خمسين في المية اه وهنا يعني أنا بقول لك برضو دكتور أشرف ان معظم انتاجه في دول نامية نعم لا تستهلك انتاجه في صناع ولذلك هنا كانت نسبة لدخوله في الصادرات عالية جدا تمام هو ده ستبق تمام ان هنا انتج واستهلك في مناطق الانتاج تمام لكن هنا الدول اللي بتنتجه بتصدره خاصة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الايه الاوسط فأصبح التجارة الدولية طبعا تجارة كبيرة كبيرا يدخل نص تقريبا انتاج في التجارة مين الدولية الدولية تعال نشوف بقى بيدي طاقة قد ايه بيدي تلتين الطاقة يعني هنا ده بيدي التلت ده بيدي ايه تلتين التلتين يبقى هنا تأثيره هيكون اشد اشد خاصة ان هو سهل النقل بيعتبره السائل بينتقل عبر الموسيرة او بينتقل في الانبيب يعني او بينتقل في النقلات نعم سهل يعني يبقى هنا اصبح البترول هو المحرك اللي هي مصادر ايه الطاقة او صراعات او العلاقات الدولية بين الدول سواء دول متقدمة بعضها وبعض او دول متقدمة ودول مين ودول نامي تمام عمله كمان البترول في العلاقات الدولية يمكن حرك كتير من النزاعات على خارجة العالم السياسية اصبحت مرتبطة بمين بالبترول مرتبطة بالبترول ورفع من شأن دول العالم الايه الثالث لان دول العالم الثالث طبعا ارتفعت الاسعار فكانت النتيجة ان طبعا ارتفع شأنها وطبعا احنا شفنا الكلام ده ان الدول العربية دلوقتي الخليجية لها دور في السياسة الدولية نتيجة برضو امتلاكها سروتها الهائلة من البترول نعم طبعا حضرتك نختم الموضوع ده مع ابنائنا بسؤالين بعد اذن حضرتك يكونوا لابنائنا يعني واجب منزلي على موضوع الطاقة لو احنا مثلا قلت نقول بما تفسر مثلا لفعل تأثير سياسي محدود مثلا لو هنقول سؤالين بما تفسر الفح تأثيره السياسي محدود محدود او في العلاقات التولية تمام العكس البترول تأثيره السياسي ايه كبير تمام خلاص ممكن السؤال نقول لعب البترول البترول دورا في العلاقات الدولية وممكن برضو نقول الصراع على الموارد او لعب البترول دورا في النزاعات الدولية او الصراعات ايه الدولية خلي بالك السؤالين مختلفين ازاي ازاي لعب البترول دورا في العلاقات الدولية ولعبا اللي نقول إن أزمة الطاقة أصبحت أزمة بترول فأصبح فيه علاقة من الدول المتقدمة بعضها وبعض والدول المتقدمة والدول المين والدول النامية ورفع من شأن دول العالم التالي وحرك كتير من نزاعات على خارطة العالم السياسية لكن عندما يجي التكلم عن دوره في استراعات الدولية لازم نذكر الحرب العالمية الكام التانية واندفاع جيوش ألمانيا للحصول على البترول في منطقة الكوكوس تمام تمام في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك دكتور أشرف ويعني مجهود حضرتك معنا الوضع شكرا 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 لقناة وشكرا لأبنانا الطلاق أبنانا العزاء نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة في المدرسة نستنين أسئلتك واستفساراتك حول الجرافية السياسية ودائما معنا الجرافية سهلة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته